معي من بيروت يارا خواجر متحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان مساء الخير أهلا بكي معنا سير عملية المساعدات الإنسانية لو سمحت سيدة يارا مساء نور عزيزتي اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الهلال الأحمر العربي السورية والأمم المتحدة استطعنا الدخول بقافلة إنسانية إلى منطقة دومة في الغوطة الشرقية وذلك بعد مطالبات عديدة وحفيثة في الأشهر الماضية للوصول إلى الناس الذين هم فعليا بحاجة لهذه المساعدات وإذا ما أردنا أن نتكلم عن مضمون هذه المساعدات بإمكاني أن أخبرك بأن هناك حوالي 5500 كيسم من الطحين والمواد الغذائية والقمح والمواد الطبية والجراحية التي ستساعد ما يقارب 27500 شخص في هذه المنطقة وإذا ما تطرأنا لمن هم الأشخاص الذين تصل إليهم هذه المساعدات هم بشكل رئيسي المدنيين الأطفال النساء الذين يعيشون للأشهر الماضية للأسف تحت قصر مستمر في الملاجئ وإما في حالة نزوح مستمرة باحثين عن مكان آمن ليبقوا فيه وهؤلاء هم للأسف من بقوا على قيد الحياة لأن الكثير من الناس فارقوا الحياة فقط لأنهم لم يستطعوا أن يحصلوا على أبسط الرعاية الصحية المطلوبة لصون حياتهم وهذا إما لقلة المواد الطبية الموجودة في الداخل وأيضاً لاستهداف المنشآت الطبية المستشفيات وحتى مراكز الهلال الأحمر العربي السوري التي للأسف نالت بعض من الضربات الأشهر الماضية فيما يتعلق بالمناطق الأخرى تفاصيل مهمة مختصرة واضحة جداً سيدة يارا شكراً فيما يتعلق بدومة هل ممكن أن نعرف عن مناطق أخرى أيضاً بالغوطة؟ نحن اليوم استطعنا تعلمين اللجنة دورية للصليب الأحمر عليها أن تناسق مع كافة الأطراف لتضمن دخولاً آمناً إما لتواقمها ولكن أيضاً الأشخاص الذين يسفدون من هذه المساعدات نحن اليوم كنا بالتنصيق مع الأطراف المعنية في منطقة دومة لدينا مؤشرات إيجابية أننا سندخل مجمدداً ولكن لا قرار نهائي حتى الآن حول هذا الموضوع وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قمنا به اليوم أو ما نقوم يقوم به ذو ملائع اليوم في منطقة دومة هو نقطة في بحر من الحاجات لذلك نحن نطلب الدخول المستمر والمتكرر للمنظمات الإنسانية لاستجابة لهذه الحاجات الإنسانية التي يرزح تحتها الأشخاص الذين يتواجدون في الغوطة وبما أننا نتكلم أيضاً عن الغوطة تجدر الإشارة إلى أن العاصمة السورية دمشق أيضاً اليوم تتعرض لقصف اللهاون وقد فارق الحياة عدد من الأشخاص وبعضهم الآخر جرحة وهناك أناس لا يرسلون أطفالهم للمدارس بسبب هذا الوضع يجب أن نرى الوضعين الإنسانيين وهنا تجدر المطالبة للأطراف المشتركة بالنزاع باحترام قانون الحرب لأنه إذا محترمت هذا القانون من الممكن أن نوفر أرواح السوريين الذين للأسف يموتون اليوم في سوريا بضمن هذه الجهود سيدة يارا وهناك ضغوط دولية كبيرة لهدنة هناك طبعاً هذا ينعكس عليكم لأنه يصول باهتماماتكم بالنهي وعملكم هل من معلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نحن طبعاً نأمل الهدمة المستمرة في الوضع في سوريا ولكن في لجنة دولية للصليب الأحمر نطلب أكثر دمانات أمنية للدخول لهذه المطال المناطق لا نتدخل أبداً بالشأن السياسي نحن فقط نريد دمانات أمنية للدخول ومساعدة هؤلاء في الوقت الراهن أنا أشكرك جزيلاً على كل هذه التفاصيل من بيروت يا رخواجر المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان اشتركوا في القناة